نبدأ بقى بالموتش مبارح لأن موتش مبارح ما تقالش عليه موتش يتالى عليه عظمة يا حضرات مبارح كان فيه حدث جلل في الدوري الإنجليزي شفنا عظمة بالمعنى الحرفي طبعا فيه لقاء الدربي المبارح واللي واضح كده أن صدر تكتو الكبيرة والعريضة أكيد ما لاش حل للحكاية دي هتفضل مكملة معنا شوية حلوين مبارح دربي منشستر بين اليونيتد والسيتي عدد أهداف يعني أو نقدر نقول حقيقي عداد أهداف يعني عداد أهداف عمالي يعد تسع أهداف في دربي طبعا دي واحدة من أكبر النتائج فيه تاريخ دربيات العالم على الإطلاق مبارح كل الناس اللي كانت بتابع هذا اللقاء استمتعوا متعة غير طبيعية وطبعا بصفة خاصة كلام ينطبق على مشجعي الستي اللي شافه زواهر كونية بتحصل زواهر كونية أنا بستفق معاك ولكن على صعيد التاني أكيد يا جماهير منشستر يونيتد كان فيه حزن شديد لدرجة يا كريم أنهما يعني سابوا والبعض منهم سابق المدرجات هنتكلم في اللقطة دي طبعا أن هي مش متعودين عليها يعني مش متعودين أبدا عليها لكن الماتش في العموم أو الجانيرال زي ما بتقال كان ماتش عظيم جدا بس طبعا من جانب السيتي الفريق قدر أن هو بجد يعني يحصر اليونيتد في منطقة كده ويستحوث كمان ويجيب ست أهداف وكان يقدر على فكرة بالمناسبة أن هو يجيب أكتر من كده لكن كان فيه بعض مفارقات على كل حال في الماتش اللي هي برضو كانت شوية عجيبة يعني ست أهداف بتتكلم لتنين لعيبة فقط مش ست أهداف مثلا الأربع لعيبة أهم قدام هالند وفودين طبعا هم اللي عملوا الماستر بيس ده مبارح حاجة كانت محترمة وكمان الأسستات هم اللي كانوا عاملينها البعض أنا شايفة أعتقد يا كريم أن السيتي بجد ممكن ينهي الدوري بدري جدا حتى لو كان أو الناس بتتحدث أن أرسنل حاليا هو المتصدر الجدول بس أنا أعتقد أن يعني ماتشين الأرسنل مع السيتي في الدوري هيوصلوا أو هيعملوا جدل كبير جدا أو هيحسنوا خلينا نقول كمان الجدل لا شيء مبارح غير متوقع وحنتكلم على نقاط كتيرة أو حاجات حصلت كده في النص بس لا بجد محدش كان متوقع هذا أو هذه النتيجة أبدا أبدا ده التعليقات اللي سنقراها مع حضراتكم بس بجد السيتي استحقاهم بصي يعني الحق يقال كل اللي حصل معينانا مش مع السيتي بس السيتي استحقاهم كل اللي حصل كوم وكل اللعيبة اللي قدوا اللي عليهم مزيادة كانوا كوم لكن هالند مبارح وبرضو استكمالا اللي كلامنا عن الجدل اللي أثير فيه ناس كتير بتطبط وطالب بإني يتعمل يعني تحليل مال البني آدم ده لأنه هم شكين في إنه بشري شايفين إنه هو أقرب لكونه كائن فضائي عن كونه بشري اللي بيحصل ده مش طبيعي يا حضراته وبالمناسبة من ضمن اللقطات اللي كانت ملفتة للأنظار فيه ماتش إمبارح وعجبت ناس كتير تشجيع والد هالند دي وهو موجود في المدرجات وطبعا الجدير بالذكر إن والد هالند كان هو نفسه لعب سابق فيه السيتي بس يعني لو هنتكلم مع حضراتكم بصراحة محدش يفتكروا إلا لما هالند الابن جيه السيتي وابتدى يشكل هذه الظواهر الخارقة للطبيعة مع كل مباراة هترك هنا وهترك هناك لعيب مش طبيعي إمبارح يعني شفناه الحقيقة متقلق يعني فضله شوية وكان حيطير يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ما عملهاش في ماتش إمبارح لا هالند حقولك على الحاجة بقوا من التحليلات الفنية اللي على هالند تحديدنا آه طبعا يعني هو حاجة بلغة الأرقام غير مسبوقة يعني لا تقارنوا بكريستيان ولا بميسي ولا ببراهيموفيتش ولا على فكرة بمحمد صراح الحق يقال اللي هو قدمه وتعداد الجوال مع عدد المباريات مع سنه مع المتشاط اللي لعب فيها لا هو تقريبا هيحطم رقم جديد رقم قياسي جديد في هذه اللعبة النقطة الثانية اللي بعض الناس معرفش انت هتتطفق في دي ولا لا بس محللين كتير تكلموا أو قرنوا ما بين هنا في المباراة تحديدا هالند وفودين قالك هالند طبعا مش هنقول عليه لعب مهاري على قدم هتقول عليه لاعب زكي وفي نفس الوقت هو بيحرز أهداف يعني هو لاعب محرز للأهداف بشكل كبير جدا لكن فكرة المهار المهارة اللي في الملعب لا دي مش موجودة يعني تقارنوا بكريستيانو أو ميسي في الملعب كلاعب مهاري لا هو مش لاعب مهاري من النقطة دي بس هو بيعرف زي يحرز الأهداف على العكس بقى تماما فودين لا فودين عنده تطور في اللعب كان بشكل كبير جدا ده مش كلام أو مش كلامنا لا ده كلام محللين فقالك تطوير فيه تطور رائع جدا فيه أداءه والكامستري ما بينه ما بين هالند كانت أكثر من رائعة بيعرف إزاي يلعب بيعرف إزاي يحرز الأهداف فكتير من الناس متوقع برضو أن فودين له مستقبل كبير جدا في هذه اللعبة فلا أنت زي ما تقول وزي ما كلنا شوفنا طبعا هالند يعني أسطورة ربما هي بتصنع حاليا وعلى الصعيد التاني نروح للأسطورة الموجودة أو الأسطورة اللي احنا بنحبها كلنا وبنعشاقها كريستيانو رونالدو ومبرح اللقطة اللي زعلتني شخصيا أكيد أنا من الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو جدا الشكل بتاعه أو صورته دي إحدى الصور الحلوة يعني ليه صور تانين أو صور تانية كان حزين جدا وتحس نظرة الحصرة موجودة على وشوة كريمة هو قاعد طبعا ومبرح لم يلعب لم يشارك طبعا في المباراة زي حضراتكو عارفين لكن كان باين جدا الحزن لما كان من الكاميرا كان بتجيب القطاط على كريستيانو لا لا كان فيه حزن شديد جدا وتحس كده فيه خيبة أمل يعني ده بالنسبة لكريستيانو تعالى بقى اللقطة تانية برضو أو ماشا التاني أو صورة تانية زي ما حضراتكو شايفين أليكس فاركسن المدرب التاريخي ليه اليونايتد المدرب التاريخي اليونايتد اللي أحرز يا كريم يعني أهداف وهلي بالك ده حصل على لقب مدرب الموسم تقريبا 13 مرة لو أنا مش غلطانة خلال تدريبه لمانشستير يونايتد حاجة ويعني ده من أفضل المدربين في تاريخه برضو زي ما حضراتكو شايفين هذه اللقطة اللي عليها حصرة كبيرة جدا أو اندهاش في نفس الوقت وإيه الي بيحصل يعني انبارح كان ايه اللي بيحصل فعلا يعني لا حاجة كانت طبعا مش متوقعة أبدا طبيعي جدا أن النظرات الحزن دي تترسم على وشوشوا هما الاتنين بصفة خاصة لأن فعلا اللي هما كانوا قاعدين بيتفرجوا عليه ده مش طبيعي وفيه مباريات كده بيكون بعيدا حتى عن فكرة النتيجة النهية للمباراة فيه مباراة تبقى مهينة للفريق الخاصران وخصوصا لما يكون فيه نجم زي كريستيانو رونالدو يعني الوضع بالنسبة له الصورة من زاويته هو مختلفة تماما عن الصورة اللي كلنا شايفينها هو حزبته مختلفة على طول الكلام اللي بيحصل في أرض الملعب ده بيسمع بالنسبة له وبيفكر طب أنا وضع إيه صورتي حتتهزي إلى أي درجة فيه حاجات كتيرة جدا ممكن تختلف وحسابات كتيرة ممكن تتغير نتيجة ماتش زي اللي شفناها مبارح مثلا لقاء غير تقليدي بالمرة والحقيقة هي دي كرة القدم ملازمة احنا كمان عندنا نفس الرؤية دي فيه ناس مع نهاية أي لقاء بتفرح وطبيعي جدا الناس تانية بتزع الناس بتحس بالانتصار وناس بتشعر بالهزيمة والانكسار كل ده طبيعي جدا بس في النهاية حنرجع ونقول اهو ماتش وانتهى ونبصر اللي بعد وعشان كده الناس دي متقدمة لأسباب كتير والاعتبارات مختلفة أكيد من أهمها فكرة ان هم لا بيوقفهم فرح ولا بيعرقالهم حزن هم بيكملوا على طول وعبال عندنا كده هو انت كلامك صح بس أنا أعتقد ان هو حيوقفهم حزن شوية يعني لأن لا يعني فكرة انبارح الاندهاش أو المباراة اللي هي غير متوقعة وفكرة كمان الاندهاش اللي عند رموز هذا النادي وفكرة الجماهير اللي مشت أكيد كل ده هيسيب أثر شوية مش هتعدي كده لا طبعا هتسيب أثر لكن أكيد لازم لو دي كورت القدم طبعا ما فيش يعني فريق وقلنا قبل كده بيفوز على طول ما فيش حد بيصنع التاريخ طول عمره لازم بيحصل دروب وده شوفنا فقا دي عالمية كتيرة جدا وشوفنا حتى معينا في النادي الأهلي شوف انت حتى لو جيت بلغة الأرقام تتكلم عن الدوري الإنجليزي وعدد إحراز لمانشستر ينايتد ومنشستر سيتي هتلاقي هنا عشرين لتمانية يعني شوف أصلا الفرق كبير قدقي عشرين مرة منشستر ينايتد أحرز لقب الدوري الإنجليزي مقارنة بالسيتي ثمان مرات فيه فرق كبير ولكن رغم ده برضو اليونايتد مبارح كان غير موفق تماما فالتاريخ آه ليه دور الناس وقد على الفوز فيه فرق كبير جدا بين اليونايتد والسيتي لكن شوف اللي حصل مبارح هي دي كورت القدم هو ده اللي احنا بنقوله لكن برضو هنشوف الفترة اللي جاية اليونايتد حيعمل إيه لسه يعني لسه شوية على الدوري المواضيع منقلبة الموسم اللي فات أصلا كان له واحده غريب فربما الموسم ده كامل بيشهد أغرب كتير اللي أنا عايزة أروح له بس يا كريم معاك وبرضو معاك التصريحات الخاصة بقى بالمدير الفاني جوارديولا طبعا والمدير الفاني لمنشستر سيتي أريكتان لأنه كان ليه كذا تصريح محترم بس اللفت نظري بقى لتصريحات جوارديولا لأن أنا أتوقع كل الناس كلها متوقعة بعد فوز المنشستر سيتي يعني جوارديولا حيطلع يشكر في اللعيمة بقى وحيقول لك إحنا صنعنا التاريخ ده ما حصلش على فكرة شوف مثلا حاجات اللي عجبتني جدا قالك الكمال غير موجود من المستحيل لكن يجب أن نحاول النظر إلى أقصى ما لدينا قدمنا أداء جيد ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل يعني تخيل أنت وصل لفين وعامل إيه على أرض الملعب وحاجة يعني أول مرة تحصل وكمان بتقولك أداء أنا كان جيد لأ شيء غريب طبعا بص دي بقى لأ بص كمان العديد من اللاعبين لديهم تمريرات سيئة وهذا ليس جيدا يجب أن نكون أكثر اتصاقا في بعض الأمور ما زلنا غير جيدين تخيل تخيل المان سيتي جوارديولا المدير الفني المان سيتي بعد الأداء المبهر مبارح بيقولك تصريحات زي دي بس شق الحلو بقى لما تكلم على هالند قالك أرقامه تتحدث عن نفسها لقد فعل هذا من قبل نحاول دائما مساعدته في بيئتنا ده من نسبة لجوارديولا تعال بقى نروح لتصريحات أركتان طبعا المدير الفني لي منشستر يونيتد قال كده تحديدا قال ناس سألته طبعا في الأول عن فكرة عدم إشراك كريستيانو رونالدو هو قال ده احتراما لتاريخه وقال كمان لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة قال الأمر بسيط للغاية عندما لا تؤمن بنفسك في الملعب فليمكنك الفوز بالمباريات وهذا غير مقبول أضافك أمان عفوا لم نكن منضبطين في اتباع القواعد كانت مفاجأة بالنسبة لي لم نكن في المقدمة ولا يعني شجعانا على القرى وكانت هناك مساحات كثيرة على كل حال برضو حق تم حضراتكو بالتعليق ده هو قال الموضوع ما لوش علاقة بالسيتي أبدا يعني قصة الهزيمة دي ما لاش علاقة بالمان سيتي أبدا الأداء بتاعهم هما ما كانش حلو الأداء لم يكن أصلا جيدا من ناحيتنا شعرت بذلك من الدقيقة الأولى فدي التصريحات للمديريين الفنيين لما حضرتك بتتفرج على مباراة محترمة جدا بتشوف هذه التصريحات طبعا الجانب بتاع المانشستر يونيتد أكيد عنده يعني حزنه بيعترف أنه كانش كويس أبدا من الدقيقة الأولى لكن على الصعيد التاني أنا مستغربة التصريحات اللي هي بتاعت يعني مدير الفني جوارديولا يعني برضو غريبة برضو مبنية على قدر كبير من الثقة ونقدر نقول أن التصريحات من الجانبين إلى حد كبيرة متوازنة يعني إلى حد كبير متوازنة فكرة أن الطرف المنتصر ما أفورش في تحديث عن الانتصار وقال لك لا دا احنا برضو يعني ممكن نبقى أحسن من كده والطرف الخسران برضو ما دورش على شماعات بس أحسن من كده يا كريم يعني أحسن من كده أنا مش لاقا مش شايفة أحسن بصراح مباراة أهلا بقولك المنتصر جاي غالبا حسن لي وصل مرحلة الطيران اللي التاني نرجع ونقول هو أقرب للكائن الفضائي عن ما هو إنسان والحقيقة يعني بنتفرج على متحة وكل دي حاجات في مصلحة ومحبي كرة القدم وخصوصا متابعي ورواد الدوري الإنجليزي اللي طول عمره دوري من أقوى دوريات في العالم لكن واضح كده وخصوصا أن الموسم ده الوضع فيه هيكون مختلف تماما عن كل اللي فات وصعب جدا التكهنات والناس اللي قاعدة بتراهن على أن مين مثلا هيحصل على لقب الهداف بقت مشكوك فيها دلوقتي خصوصا في ظل الهاتريكات المتكررة اللي بيقابلها هالند ما هو فضل على نفس المعدد ده وهياخد هداف في الدوريات أوروبا كلها تقريبا مش حد هيحصله هلنكلم على حاجة غير مسبوقة ومناسبة الكلمة اللي كنت بكلم معنا هو أن دي فيها من شوية فكرة أنهما الناس دي لا حزن بيوقفهم ولا فرح بيوقفهم إلى حد كبير إلى حد كبير الكلام ده ينطبق علينا فكرة تقلب الصفحة يعني إحنا رواد في حتة تقلب الصفحة دي هما لو ما قلبوش الصفحة بسرعة بس قلبه بعد إصلاح ما يستدعي الإصلاح هيبقى الوضع على ما هو عليه لأن دي 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 طبيعة الفرق الكبيرة في حالة وجود أي كبوة أو انكسار أو وضع مش مصبوط على طول لكل الأشخاص المعنية في كسر من الثانية بيكونوا حطين إيديهم على الأعطال موجودة فين ويشتغلوا زي على حلها بل وبيحلوها كمان وبسرعة شديدة جدا ومناسبة النادي الأهلي إنه عنده التكنيك بتاع إقلب الصفحة ده